في لعبة إلكترونية تستطيع سارة إصابة الأهداف التي لا يزيد بعدها عن 6 أمتار إذن ما الذي تفعله سارة؟ يعني مثلاً كانت سارة هذا ما وقعها في اللعبة وهي تستطيع إصابة أي هدف يكون في حدود 6 أمتار إذن في مداها بحدود 6 أمتار طبعاً ما من جهة وحدة إنما من جميع الجهات أي هدف يقل عن 6 أمتار تستطيع إصابته أي هدف يزيد عن 6 أمتار لا يمكن أن تصيبه سارة السؤال إذا كان موقع سارة طبعاً لعبتنا هذه تقوم بحفظ مواقع الأجسام بشكل أزواج مرتبة سين وصاد أي أننا كأنما في المستوى الإحداثي موقع سارة في اللعبة هو 5 أربعة يعني الإحداث السيني لها 5 والإحداث الصادي لها 4 موقع الهدف الأول 8 و 7 موقع الهدف الثاني 2 و ساري بواحد الهدف الثالث موقعه 9 و صفر السؤال وهو مهم جداً أن نعرفه هل تستطيع سارة إصابة جميع الأهداف في اللعبة من موقعها أي كأنما نسأل أنفسنا هذا السؤال هل هذه الأهداف الثلاثة يكون بعدها عن سارة أقل من 6 متر أو أكثر من 6 أمتار لحساب المسافة بين موقع سارة و موقع الأهداف سنحتاج إلى شيء مهم جداً وهو يسمى قانون المسافة بين نقطتين أي إذا كان لدينا نقطة في المستوى الإحداثي الإحداثي السيني لها سين واحد والإحداثي الصادي لها صاد واحد ولدينا نقطة أخرى الإحداثي السيني لها سين اثنين والإحداثي الصادي صاد اثنين السؤال كيف نحسب المسافة بين هاتين نقطتين بحساب المسافة بين هاتين نقطتين هذه مثلاً المسافة اللي نريد أن نحسبها هي بكل بساطة أولا لا بد أن نقوم بحساب التغير في السينات إذن الفرق بين الأحداث السيني للأولى والأحداث السيني للثانية وسنسميه دلتا سين سنأخذ القيمة المطلقة حتى نحافظ أن يكون المقدار موجب لأن هذه مسافة بعد ذلك سنقوم بحساب التغير في صاد إذن التغير في صاد دلتا صاد وأيضا سنأخذ القيمة المطلقة التغير في صاد لكي نحافظ أن يكون هذا المقدار موجب لأنه عبارة عن مسافة أو طول طيب بعد ذلك نلاحظ أن هذا عبارة عن مثلث قائم الزاوية القيمة المطلقة للدلتا سين والقيمة المطلقة للدلتا صاد ما هي إلا ضلعي القائمة ضلعي القائمة والمسافة بين النقطة الأولى والنقطة الثانية هي الوتر لهذا المثلث قائم الزاوية إذن نستطيع أن نقول أن المسافة تساوي إذن المسافة ستساوي الجذر التربيعي لمربع دلتا سين زائدا مربع دلتا صاد وتأخذ الجذر التربيعي الكلي لاحظ أن نحن ما حطينا الآن اللي هي القيمة المطلقة لأن التربيع أصلا يحول العداد إلى عداد كميات موجبة إذن المسافة تساوي الجذر التربيعي لدلتا سين تربيع زائدا دلتا صاد تربيع مرة ثانية المقصود بدلتا سين ودلتا صاد والتغير يعني سين واحد ناقص سين اثنين هي دلتا سين وصاد واحد ناقص صاد اثنين يمين هي دلتا صاد طيب خلينا نطبق هذا الكلام على حساب المسافة بين الموقع سارة وموقع الهدف بداية سنفرض أن موقع سارة يساوي نون واحد موقع الهدف الأول سيسمى النقطة نون اثنين وموقع الهدف الثاني هو نون ثلاثة وأخيرا موقع الهدف الثالث هو نون أربع إذن أربع نقاط في المستوى الإحداثي نريد أن نحسب المسافة أولا بين نون واحد ونون اثنين إذن نريد أن نحسب المسافة بين نون واحد اللي هو موقع سارة ونون اثنين اللي هو الموقع الهدف الأول ونرى هل يترى بإمكان سارة أن تصيب هذا الهدف أو لا أو هل هذا الهدف أقل من 6 أمتار بعده عن سارة أو أكثر طبعا بنحسب أول شيء دلتا سين اللي هي الفرق بين سين سارة وسين الموقع الأول ثمانية ناقص خمسة ناخذها بالموجة مباشرة يعني ثمانية ناقص خمسة كم يساوي ثلاثة إذن هذا بيكون ثلاثة تربيع أي أنه يساوي طبعا هذا دلتا سين ستساوي ربعها ثلاثة تربيع يعني تسعة مضاف إليها دلتا ساد إذن الفرق بين الساد والساد الثانية أربعة وسبعة فرق بينهم ثلاثة وربعها فيكون الناتج برضو تسعة إذن زائدا تسعة لاحظ أن هذه دلتا ساد وهذا في النهاية سيساوي كم جذر التربيع لثمنتعش طيب ما علاقته بستة أمتار هل هو أكبر أم صغر الجذر التربيع لثمنتعش نحن نعرف أن المربع يعني الستعاش عبارة عن جذر التربيع لستة وثلاثين إذن واضح جدا أن الجذر التربيع لثمنتعش أصغر من الجذر التربيع لستة وثلاثين إذن هذا أصغر إذن فعلا تستطيع سارة أن تصيب الهدف الأول ماذا عن هدف الثاني إذن بداية سنحسب المسافة بين سارة والهدف الثاني إذن نريد أن نحسب المسافة بين نقطة نون واحد والنقطة نون ثلاثة أيضا سنقوم بنفس العمل السابق وهو حساب دلتاسين و دلتصاد إذن دلتاسين لاهض معي 5 و 2 الفرق بينهم 3 إذن يكون الناتج هنا 9 زائد بعد التربيع طبعا لا ننسى الآن الفرق بين 4 و ناقص ناقص 1 يصير الناتج 5 مربع الخمسة كم يساوي يساوي طبعا 5 و كم و 20 مجموع هذه العددين يساوي الجذر التربيعي 5 و 7 و 5 و 9 يطلع الناتج كم 34 أيضا هو أقل من العدد 6 إذن أيضا تستطيع سارة أن تصيب الهدف الثاني طيب ماذا عن هدف الثالث وهو حساب المسافة بين موقع سارة النقطة نون 1 و النقطة الثالث الرابع نون 4 نون 4 و أيضا باستخدام قانون المسافة نريد أن نحسب ما هي المسافة بين نون 1 و نون 4 أي موقع سارة و الهدف الثالث الفرق أول شي طبعا السينات ثم فرق الصادات 5 ناقص 9 فيها 4 ولاحظ معي مربع الأربعة بغض النظر سالب و موجد يساوي كم 16 ثم بعد ذلك سنأخذ الفرق بين الصادات اللي الأربعة و الصفر أيضا يساوي أربعة و الربع يطلع الناتج كمان 16 وهذا يساوي الجذر التربيعي الـ 32 وأيضا 16 إذن الجذر التربيعي الـ 32 أيضا أصغر من الستة وبهذا نصل إلى أن سارة تستطيع أن تصيب الهدف الأول والهدف الثاني والهدف الثالث أي تستطيع أن تصيب جميع الأهداف من موقعها وشكرا شكرا شكرا شكرا